بسم الله الرحمن الرحيم محضركم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريفة الخاصة لغات في الفيديو دو هنتعرف على مجموعة من المصادر المقترحة وهنا هنتداول الكتاب المدرسي كمصدر من مصادر البحث في اللحظة اللي احنا بنصور فيها الفيديو دي تتعرض عدد كبير من أبنائنا خاصة في أبناء المدرسة الخاصة وطلاب المدرسة الخاصة إلى أنهم بعض الطلاب نسيوا الكتب بتاعتهم الخاصة بيهم في مكتبة الفصل أو بعض الطلاب نسيوها في اللوكورت بتاعتهم في المدرسة الخاصة بتاعتهم طيب إزاي هقدر أتصرف مطلوب مني في الوقت الحالي بقى أني ما أخرجش من البيت وبقى أني أتجنب الخروج من البيت طيب هقدر أتصرف إزاي وقدر أوصل لي الكتب بتاعتي إزاي من غير ما أخاطر بنفسي حضرتك هتدخل على موقع وزارة التربية والتعليم m o e dot gov dot e g واللي هنحط لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو هتنزل تحت بعد كده هتبدأ أنك تغير في لغاية لما تلاقي بوابة التعليم الإلكتروني هتوضط على بوابة التعليم الإلكتروني هتلاقيها e-learning one dot m o e dot gov dot e g لو حضرتكم في الفصل الأول ولا في الفصل الدراسي التاني في اللحظة اللي احنا بنسجل فيها الفيديو ده احنا في الفصل الدراسي التاني فنقدر أننا ناخد نختار الفصل الدراسي التاني وندخل على الموقع طيب لو أنا دلوقتي مثلا محتاج كتاب للترمين زي مثلا كتب القصص أو زي مثلا كتاب الدين بختار له الفصل الدراسي الأول أنا دلوقتي هختار له الفصل الدراسي التاني هبدأ بأني أختار على سبيل المثال الصف الأول الإعدادي بعد كده بيسألني أنت محتاج ايه هنا هختار له الكتب الدراسية الإلكترونية بعد كده هعمل بحث هيبدأ بأنه يبحث لك عن كل الكتب اللي تخص الصف الدراسي التاني أو الفصل الدراسي التاني فيما يخص الصف الأول الإعدادي هو دلوقتي عرض لي كل الكتب المتاحة سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو بالإنجليزية واللي تخص الصف الأول الإعدادي أقدر بأني مثلا أختار له على سبيل المثال كتاب الدراسات الاجتماعية فهو الاستعراض هيبدأ يحمله لي بعد كده هدخل على الكتاب فتح لك الكتاب بنفس الشكل الطبيعي اللي موجود قدامك هتقدر بأنك تغير في الصفحات بتاعته بشكل طبيعي جدا وتتعامل مع الكتاب بشكل طبيعي جدا عايز تكبر الكتاب أو تكبر عرض الصفحات وتضغط هنا أو تضغط تستخدم التكبير والتصغير تقدر أنك تألف الكتاب زي ما أنت عايز ويكون كده قدامك الكتاب بشكل طبيعي تقدر أنك توصله بدون ما تخاطر بنفسك أو تخرج برى البيت أو تعرض نفسك لأنك تعمل من غير كتاب أصبح حاليا الكتاب المدرسي قدامك بشكل طبيعي طيب أنصح دايما أثناء العمل على الكتب المدرسية بأنك تشتغل ببرنامج Adobe Acrobat Reader البرنامج ده متاح على موقع شركة Adobe في نفس الوقت البرنامج ده متاح على البلاي ستور وعلى الابل ستور وهنحط روابط للتطبيق ده أسفل الفيديو بكده يكون قدامك الكتاب المدرسي تقدر أنك تشتغل منه وتقدر أنك تحمل منه كل اللي أنت عايزه من خلال الرابط بتاع التعليم الإلكتروني واللي برضو هنحطه لك أسفل الفيديو شكرا لوقتكم وتمنى للجميع كل التوفيق